دعوني أرجعكم قليلا بموضوع نيرا أشرف ونيرا أشرف هي البنت التي كانت في المنصورة والتي تم قتلها على إيد مفروض ليس دميلها ولا أي شيء هو اسم محمد عيدل وكان أريد أن يرتبط بها ولكن هي لم يفقتش فاللي حصل أنه قتلها الساعة 12 الظهر أو كان في وقت الظهر قدام الجامعة بتاعتها في المنصورة وكانت أزمة كبيرة جدا قدام كل الناس يعني ورأي العامر كان مقلوب وقتها واللي حصل أن هو تحول للجنايات وبعد كده تم حكم الإعدام فيه النهاردة السيناريو بيتكرر للمرة الثانية مع أختها شروق أشرف واللي هي تم تهديدها برضو من حد عايز يرتبط بيها ويعني بعث لها وبعث لباباها يعني الاثنين ده أودا سطين بجد بعث لها ويعني في الأول هو معجب بيها وعايز يرتبط بيها وبعد كده بدأنا بقى في التهديد لغة التهديد اللي هو لو مش هترتبط بيها هتجوء اسمها أين هتباحك وهقتلك وحاجات كده حاجات يعني أكسترين ويعني الموضوع كان كارثي يعني مش عارفة بس حسن مفروض يبقى فيه رجليشنز الحاجات دي علشان مش يعني ما ينفعش إنه حد يعني مواطن عادي كده يتم تهديده every now and then هو أكيد ما يريده كلها أصلا أصلا أريدي وينترو ترومة كبيرة هم لسه أصلا ما فقوش من التروما كانوا فيها مفروض يبقى فيه رجليشنز بتحصل حاجة حماية ليهم أي حاجة يعني يعني الموقف الإيجابي في الموضوع ده هم يعني قدموا أسرة نايرة أشرف قدمت بلاغ وفعلا في خلال ساعات كان تم الأبض على المتهم ده واللي حصل أن هم يعني بعد ما قبضوا عليه حققوا معي ولقوا فعلا أن هو معي الموبايل والموبايل ده يعني كان عليه بقى المسجلس كلها المتسجلة اللي هو بعتها ليها يعني اتقابد عليه؟ أو اتقابد عليه مبارح أعلنوا في مدارية أمن الجيزة أنه تم الأبض عليه وأنهما جاري دلوقت في تحقيق معي وكويس أن الشرطة تحركت بسرعة في حاجة مهمة زي دي يعني مش همفروض أن هي تبقى بتحصل أصلا يعني هي مش همفروض أن هي تبقى بتحصل ولكن هي للأسف بتحصل وبتحصل كثير يعني It's very traumatic أصلا أن العيلة مرد بي ودلوقتي واحدة تانية من بنتهم يعني همفروض ياخدوا the right decisions في الموضوع ده I hope so وكمان الفكرة أن يعني لو العيلة ممردش بالموضوع ده يعني كان مش أوكي طبعا ولكن يعني نفس السيناريو تكرر يعني ده حاجة يعني غريبة جدا وبرضو خلينا أقول لكم أن يعني كان فيه سرعة في الاستجابة أن مدريت أن الجيزة يعني once إن هي خدت خلاص بلاغب أن هم يقبضوا عليه خلاص يعني كان وقتها في خلال ساعة تم الأبض عليه بالفعل ده حقيقي ده حاجة وإحنا أكيدا نتابع أكتر القضية نتابع أكتر بقى أول يعني تحيات وصلت لإيه بالزبط